السلام عليكم وصفة اليوم الحيمة بالقيم والملوخية هذه الوصفة هذه زمانية لا يمكن أن يكونوا ديور الفاس فهذا الفصل هذا لا يديروهاش كان كل شيء عشقاء كبير وصغير وسيغطه ضروري يكونوا مرافقة كبديك شليدات البلدين خليكم مع طريقة تحضير والوصفة تلقوها أسفل الفيديو هنا يكن نخذ الملوخية نقوم بها مزيان اللقيم حتى هو يكون بحال الشكل التي تفيفيها حيث بزفد اللي بنات في السطوري يتنقى مزيان مزيان من الداخل وهكا كيتشرط من على بره باش تدخل فيه ديك المرايقة كان ناخده هنا المليجات اللي كان نصبوهم ونديروهم غير شوية دياللماء ما نديروش الزيت لانه أنا مسبق ليش وحطيتهم في ديك العطرية باش يشربوها مني كتديروهم غير في اللماء كي يشربو ديك العطرية بلا ما تحتاجوا تبييتهم ولا تخليهم فيها لان الزيت ما تيخليش للحم يشرب العطرية هنا من بعد ما طلعت فيه الغلية نزيدو عليهم مياه وزويتاب ونخليوهه الطيب نزيدو عليها اللقيم هو اللول يدخل فيه شوية ديالطياب ونزيدوه الملوخية والربيع كتجي عكا المرايقة بنينا والديدة في عكا الملانج دي سافر ما نقول لكم مش كترجعو الماضي ديالزمان بهذا الوصفة هادي جوزام وبصحة وراحة